ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الجدي والتوقعات الامور العاطفية لشهر فبراير العام 2021 برج الجدي احنا عندنا الامور العاطفية لها انقسامات كتيرة خلال الشهر ده بس المعظم ايجابي وفيه تفاعل بشكل قوي عندنا ارتباط على اعجاب على حاجات كتير بس فيه شيء مهم لازم نوضحه وهو انك انت عندك اهتمام بامورك الصحة العاطفية الصحة العاطفية يعني بتحاول تصلح كتير من نفسك بتحاول تغير من نفسك بتحاول تغير من الاسلوب بتغير من طريقة الانسقاط بتحاول انك تدي ثقة للشريك بتحاول انك تدي فرصة مرة تانية وده في امور كتير الى حين ان عند الاشخاص اللي هم يمكن بدأوا تحسين في العلاقات العاطفية في خلال الفترة اللي فاتت فيكون عندك قلق وتوتر خلال شهر فبراير الاية عكسها طيب انا عايز اوضح نقطة مهمة جدا لأي حد ممكن يكون بيعاني من مشكلة عاطفية طبعا بعد الدلق ان بيعود يخروج في الصوت المهمة فعندك المشكلة اللي ممكن تكون بتمر بيها مع الشريك او الازمة النفسية او بعض الخلافات او الحاجات اللي لها علاقة بتأثير كده سلبي او نوعا ما سلبي في علاقتك بالشريك او التعامل مع الشريك ده كله بيكون ناتج لحاجتين مهمين وهي اول حاجة طاقة الحسد والكره اللي موجود عند الاخرين يعني سحرة خلي بالك جدا لان عندك طاقة سحرة او حسد وده بيظهر كتير من روحانياتك بيظهر في احلامك في تعاملاتك احساسك نفسه حتى كمان كتير من اصحاب برج الجادي عندنا عالم التخيلات كتير او مش هقول عالم التخيلات انك بتتخيل شيء حاجات بتروح وتيجي فعندك ده بشكل قوي قوي لازم تتأكد من روحانياتك وتتأكد من انك تكون شخص قوي ايمانيا عامة فتعالج النقطة دي عشان تتصلح امورك العاطفية لان كتير بيتمنى ان علاقتك العاطفية تفشل النهاردة قبل بكرة مع ان احنا ممكن نتكلم اصلا في حاجة مهمة ان انت ممكن تكون علاقتك بالشخص ده خاطئة او هو بيتعامل معك بطريقة خاطئة ولكن عندك برضو النقطة التانية اللي بتخلي العلاقة او النفسية تكون سلبية وهي المشاكل العائلية والضغط العائلي ودي مشكلة برضو كبيرة جدا طيب بالنسبة ليه الناس اللي مش مرتبطين اساسا هيكون عندنا الوضع ايه لا عندك فيه حاجة ليه علاقة ببدايات عندك بدايات عاطفية برج الجدي انت عندك مرحلة من الاستقرار يعني هيكون فيه عندك حب جديد فيه حياء عشق فيه فيه رومانسية فيه ارتباط وكمان الارتباط ده ممكن يكون جاي بشكل سريع بس في نفس الوقت هتحس ان هيها كأننا عارفين بعض بقالنا الزمن وهتحس باجواء سعيدة جدا طيب بالنسبة كمان ليه الناس اللي كانوا مرتبطين قبل كده عندك نسبة رجوع قوية وانت كمان يكون عندك فكرة خلاص بقى عفا الله عما سلف ويلا نبدأ من صفحة جديدة فعندك الفكرة دي جدا يا برج الجدي طيب برج الجدي برضو من الحاجات المهمة يعني بالنسبة للناس المنفصلين اذا فيه رجوع سواء من خلالك انك بتدي فرصة مرة تاني او ان انت ممكن يكون عندك اشخاص كتير عايزين يرجعو لك ولكن فيه اكسر الابراج اللي عايزين يرجعو لك خلوني ان انا اوضحهم دلوقتي اكسر الابراج هم لو من الابراج الترابية اللي عايزة ترجع لك العزراء وبشدة الابراج النارية الاسد لو كان رجل بالنسبة كمان للابراج الهوائية برج الجوزاء من الابراج المائية السرطان فدي اكسر الابراج اللي هتكون عايزة ترجعو بشكل كوي طيب وخاصة يعني الموضوع بالنسبة للنص الاول اكتر طيب عن مدن كمان يا برج الجوزاء امورك العاطفية بالنسبة للناس المرتبطين او اللي هم متجوزين عندك فيه تدخلات عائلية ومشاكل عائلية فيه عندك حاجة ليه علاقة باموال او ميروس كل الحاجات اللي ليه علاقة تأثيرات خارجية على الامور العاطفية مبووزة الدنيا حبتيك ما خليه اكد انك عقلك في وسط راسك مش عارف اعمل ايه ولا قرر ايه ولا روح فين ولا جبن ايه عندنا تأثير فعلا فعلا صعب مع كل الابراج لا مع الاغلب لان ده شيء شخصي موجود عندك كمان انك عندك اهداف مهنية فبالتالي برضو الوضع مسيطر بس فيه شيء بيجمع ما بينك انت والشريك ليه علاقة بمولود جديد بشيء جديد بشيء متميز جدا هيخليك انك تكون مبسوط قوي حاجة يمكن جديدة عليك جديدة انك تسمعها جديدة انك تحسها وده شيء فعلا فعلا هيخلي اصحاب برج الجدي يتغاضوا عن اي شيء سلبي ممكن يعكر صفه العلاقة دي طب تعالوا نتكلم على علاقة برج الجدي بكل الابراج ونبدأ ببرج الحمل برج الحمل البرج الناري مع برج الجدي لو العلاقة مرقة الجدي مع رجل الحمل هتكون علاقة فيها يعني فيها حالة جدلية بس في الاخر هيكون فيها حب فيها فيها اسليبلون منخشة ده بس فيها حالة جدل طيب بالنسبة ليه برج السور وبرج الجدي عندك العلاقة دي يعني فيها بعض الغيرة وشكوك شوية وحالة جدلية وده ممكن يسيطر على الامور وبالتالي يحصل واقعين لكن هيكون برج الجدي عنده في حاجة مشكلة او ايا كان تكاد تكون مشكلة عائلية فالسور هيقف جنبه فبالتالي هيقف جنب بعض فيها ده الناس اللي ممكن يكون احنا مش على خلاف اساسا مع بعض طيب برج الجوزاء الجوزاء نص الاول العلاقة مش هتكون قد كده بالقدر القوي يعني فيه احساس كده ان احنا نكون مرغوب فينا في غيرة طالعة من الجدي ففي مشكلة شوية ولكن الاجواء الطبيعية بالنسبة برج السرطان الغيرة والشك لازم تنساهم تماما مع برج الجدي لان الجدي بيتشحن غيرة وشك برضو منك فبالتالي الموضوع بيتوه من اعصابنا فلازم يعني نسيطر على الموضوع ده العلاقة دي لو فيها خلافة ممكن تودي الانفصال شوية طيب بالنسبة كمان لبرج الاسد الاسد فيه عدم مسئولية فيه ضغط شوية فيه مواجهة فيه حالة جدلية ولكن ممكن تميل في الاخر الى الاستقرار بالنسبة لبرج العزراء هيكون فيه بعض الانسكاضات شوية وحالة برضو جدلية وحالة عتاب على موضوع في الماضي لكن هيكون عندنا الامر مصايتر خاصة مرقة العزراء ورجل الجدي وهيكون فيه برضو ان احنا بنقف جنب بعض وبندعم بعض طيب بالنسبة لبرج الميزان فيه حالة من الاستقرار فيه حالة من البردو الندم على ان احنا فقدنا شيء او انك بعدت عن الشخص ده فترة فلا عايز تعتذر فيكون عندك ده جدا فبينميل الى الاستقرار وحالة من العتاب او اللوم على النفس بالنسبة ليه برج العرب النص الاول مش افضل حاجة بالنسبة ليه ان العرب هيكون عنده بعض الضغوط والامور اللي مش قد كده وخاصة الجدي كمان نفس الكلام بس الجدي متطلب اهتمام وده متطلب اهتمام وهما الاثنين عايزين اللي يتبطب عليهم فمشكلة لازم احنا نتنازل شوية بالنسبة ليه برج القوس هيكون علاقة يعني فيها اصارة فيها جدل شوية وفيها حب بس فيها بنتكلم على امور لها علاقة بشيء جدلي مدي ميراس مشاكل العائلية هيكون فيه مشاركة ولكن فيها عصبية الجدي والجدي علاقة فيها استقرار فيها تميز عندنا علاقة برج القلدل وبالجدي اول اسبوع لو هي ايه 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 من بعد كده الدنيا تتحسن جدا جدا معانا عندنا برج القلد علاقة هتكون يعني الى حد ما فيها تفاهم فيها رغوة فيها شيء متميز جدا الاكثر لو قلنا ان رجل القلد ومرقة القلد هيكون اص اكثر استقرار رجل القلد ومرقة القلد الوضع فيه جدل اكتر هيكون فيه صعوبة على القلد وبالتالي هيقدي الى هروب الحود بعض الشيء فدي بالنسبة ليه علاقة كل الابراج بشكل سريع وكان بزا يعني لكن احنا لو هنتكلم على علاقة كل برج ببرج فخلال الشعر فاذا احنا ممكن يكون قدامنا كتير لان فيه تأثيرات بتأثر وبتغير حاجات كتير جدا فكانت هتبقى قصة لو اديت كل حاجة طريقها مظبوط شوية او كتير اللي انا عايز احكي برضو عنه في حاجة معينة ليه علاقة للناس اللي هم مرتبطين برج الجدي انت عندك فيه حاجة ليه علاقة بتغيير عتبة انك بتغير مكان المنزل بتاعك مكان اللي مش عارف ايه فكرة التخيير اللي هتكون موجودة عندك دي هتكون ايجابية قوي وهيكون عندك فيه طاقة من الحسد او الطاقة اللي مش حلوة موجودة على العتبة دي انت بتبعد عنها فلو انت بعدت فده هيزود علاقتك وترابط بالشريك اكتر طيب برضو بالنسبة الحاجة تانية مهمة للناس المرتبطين هيكون عندك الاهتمام بالنفس اهتمام بشكلك وبالستايل وبحياتك وكل ده تمام جدا وده هيزود علاقتك بالشريك بس خلي بالك من اي حد يشوفك ولا يصليش عن نبي عليه الصلاة والسلام ده بجد على فكرة لان فيه ناس هتشوفك تبقى عينها فيها حقد خلي بالك وكون حذر برضو فيه نقطة تانية مهمة جدا وهي انك هتكون يعني اللي هو عايز تقول للناس كلها نعايش حياة ايه ومبسوط وسعيد وي وي وعايز تقول كل ده لا ما تقولش يكتم في قلبك شوية الفرحة عشان ما تحسدش لانك بالابراج اللي هي عارف كده الهوى الهوى بس بيحسدك فخلي بالك جدا طيب برضو فيه حاجة نقطة مهمة جدا وليها علاقة بتدخلات الاخرين هيكون عندك قوة انك بتمنع الاخرين في التدخلات بتاعة حياتكم وانا شايف ان ده شيء متميز جدا عامة اتمنى ان انا نكون في التقن في الامور العاطفية وقلنا احبت حاجات كده مهمة وناخد بالنا منها ما تنسوش اللايك وشيل قناة تفعيل الجرس سلام